هعمل شربة فريق الخضار معينا فريق الفريق ده أنا غسلاء ومصفياء بس كده مش عاملة فيه أي حاجة تانية معي كرافس بصل كوسة جزر بسلة دراء حلوة بروكولي فريخ شرايح وشربة فريخ أنا معي حلق ومسخناها الطبيعي زي أي شربة هنبتزي نشوح البصل وبقية الخضار معي وأنزل أنا هشوح البصل وبعدين الكرافس وبعدين الفريق وبعدين أنزل ببقية المكونات ده لو أنا معيش فريخ أو معيش بروتين لكن بما أن معي نوع بروتين فأنا هشوحه الأول عندكم خيارين يتنزلوا بيه في الحلة وبعدين أول ما ياخد لون ويتكرمل حلو نطلعه وننزل ببقية المكونات يأما نكمل وننزل عليهم وراء بعض طيب أنا ليه بكرمل أو ليه بشوح المكونات بتاعتي الكرمالة دي بتدي طعم بتضيف طعم للأكل حلو جدا بتطلع روح طعم الأكل فالكرمالة خطوة مهمة ما تفوتوهاش خلاص أنا لا هقلب ولا هعمل حاجة لحد ما تاخد لون هسيبها كده على نار عالية شايفين بقى اللون اللي الفراخ بتادت تاخده ده حاجة بسيطة كده خالص لون بسيط اللون ده كده عارفين لو انتوا وقفين معايا هنا هتشموا ريحة فراخ محمرة فكده خلاص أنا طلعت منها أحلى طعم ممكن يطلع منها هنزل بقى عليها ببقية المكونات الأول المكونات اللي عايزة أديها تشويحة زي البصل زي الكرابس والحقيقة أنا هشوح كل الخضار وبعدين هنزل بالفريق آخر حاجة طب لو أنا النهار ده نباتية أنا مش عايزة أحط خضار في الواثقة عايزة جدا هنفوت خطوة الفراخ ونبتزي على طول بالبصل والكرابس ونبتزي نشوح بقية الخضار بياخد وقت أكتر في السوى من البراكولي الكوسة برده تحبوا تدفوها في النص مفيش مشكلة تحبوا تدفوها في الأول مفيش مشكلة طيب أنا دلاتي هعمل إيه بقى هزود ملح وفلفل وهزود الفريق الحاجات دي كلها هتتحمس مع بعض كويس وإيه هضيف الشربة على طول دلواتي هضيف الشربة برضو لو أنا نباتي أقدر أضيف شربة خضار لو أنا عاملها بالفراخ هضيف شربة فراخ لو أنا هحط هنا لحمة مفرومة في الآخر عندي بواي لحمة مفرومة عايزة تعملها من مبارح يبقى هضيف شربة لحمة أو شربة فراخ تمشي ينفيش مشكلة خالص دلوقتي بقى إيه أنا هقفل عليها واسيب كل دايستوي مع بعضه فيه ناس على فكرة بتحب تزود معلقة صلصة للشربة دي بتديها تعم حلو جدا وبتديكوا إحساس إنه خلاص أنا كده كلت الوجبة بتاعتي كلها أنا ما حطتش صلصة علشان تبقى شربة خفيفة وتقدروا تستمتعوا بعدها بتبقى صلطة حلو وتبتدوا إيه وجبة فطار هالفي كده وسحية ومغزية ترجمة نانسي قنقر